بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح نبدأ في يونت 5 والقاعدة اللي فيها اللي هي there is وthere are رح نبدأ نتعرف على معناهم ومع إيش نستخدمهم بداية رح نبدأ نتعرف there are نستخدمها للأسماء الجمع لازم في there are بعدها يجي اسم جمع أما there is فدائما تستخدم للأسماء المفردة بعد is دائما يجي اسم مفرد وبعد are يجي اسم جمع الأمثلة اللي عليها there are apples هنا لو لاحظنا تفاح جمع فاستخدمناها مع there are there are a lot of shops يعني هنا في محلات كثيرة a lot of هادي جمع والشوبس اللي هي المحلات حطينا لها s يعني جمع عشان كده استخدمناها مع there are there are no radios ما في أي راديو تمام وهنا راديو اللي عنا مجموعة اوكي عشان كده استخدمنا معاها there are أما أمثل على there is there is an apple عرفنا انه بما انه مفرد apple فاحنستخدم معاه there is وقبل كلمة apple لأنها مفرد راح نحط an وحطينا an لأن الكلمة بدأت بحرف من الحروف المتحركة وهي the a فصارت there is an apple there is a book book هنا لهو كتاب مفرد فاستخدمنا معاه there is وقبل كلمة book حطينا a لأنه book بدأت بحرف ما هو من الحروف المتحركة فحطينا a there is no radio هنا راديو مفرد فعشان كده استخدمنا معاها اللي هو there is there is no radio طيب هنا ما حطينا a ليش ما حطينا a لأنه في النفي أما لو كان ما في هادي النفي فحتصير there is a radio هنحط the a تمام there is tree there is tree تمام هنا كمان tree مفردة فاستخدمنا معاه there is وهنا مفرود يكون في حرف the a لكن انا نسيته ما كتبته فحتصير there is a tree هنالك شجرة أمثلة تانية أو نيجي على الأسئلة كيف نسأل لو حبينا نسأل هل في there معناها يوجد أو هنالك تمام فلو حبينا نسأل هل هنالك ونكمل فيه عندنا حالتين يا إما نحط في البداية are there أو ممكن تكون is there طيب كيف نستخدمهم نستخدمهم على حسب هل هو مفرد ولا هل هو جمع إيش الكلمة اللي رح تيجي بعدها إذا كانت جمع فرح نستخدم are there are there any shops هل فيه أي محلات are there books are there apples تمام هل فيه محلات هل فيه كتب هل فيه تفاحات أما لو كنا منستخدم لو كنا منتكلم على مفرد فرح نستخدم is there is there a shop is there an apple is there a book تمام هل هنالك محل هل هنالك كتاب هل هنالك تفاحة أوكي إذن there is مفرد أما there are فهي جمع هذه هي الخلاصة لهذا الدرس اللي في unit 5 إن شاء الله يكون سهل وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أكيد تقدر تسألوني رابط السنة التحضيرية رح يكون في البايو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر